اشتركوا في القناة ويستجيب بطبيعة الحالة للضرفية الحالية لا يمكن أن ننكر ذلك ولكنه ليست له علاقة فقط بالضرفية الحالية إنه أيضا مساهمة في التفكير في المستقبل وإذا سمحتم سأقدم ملاحظتين في تمهيد لهذا اللقاء الذي هو في كل الأحوال لتبادل أفكار وليس لإنجاز ندوة معمقة الملاحظة الأولى هي أن هذا النقاش هو مساهمة في تحريك نقاش عمومي حول أهم علاقة تربطنا ببلد ديمقراطي أوروبي لا يتعلق الأمر فقط بالماضي المشترك بسلبيته وإيجابيته ولكن بالأساس بالحاضر المشترك اقتصاديا وثقافيا وإنسانيا يكفي أن نلقي نظرة سريعة على أرقام التبادل التجاري والاستثمارات وعلى الحضور الفرنسي في المغرب وعلى الحضور المغربي في فرنسا لنتأكد من أن هذا البلد مهما حصل لنا من تعثر في الحوار معه أو من أزمات عابرة أو بنيوية فإننا لا يمكن أن نلقيه جملة وتفصيلا وراء ظهرنا وسنكذب على أنفسنا إذا قلنا إنه من الممكن إنهاء هذه العلاقة أو تجميدها أو الاستغناء عنها وفي نفس الوقت فإن هناك قناعة تفرض نفسها شيئا فشيئا وربما في البلدين معا بأن هذه العلاقة تحتاج إلى إعادة تفكير تحتاج إلى الخروج بصفة حاسمة من منطق إطفاء الحرائق أي تحتاج إلى نقاش حول المستقبال بطريقة أو بطرق مختلفة عما كنا نفعله حتى الآن وحتى بناء المصالح المشتركة يجب أن يستند إلى رؤية جديدة وإلى تقييم موضوعي لنقاط القوة ونقاط الضعف في علاقتنا ولمناهج التعاون وخصوصا للمقاربة التي انتهجها كل طرف تجاه المصالح الاستراتيجية للطرف الآخر الملاحظة الثانية ستلاحظون من خلال هذا اللقاء أننا حرصنا على إشراك أصوات بمصارات ثقافية مختلفة وباهتمامات متعددة ربما لا تكون هي الأصوات المألوفة التي تستمع إليها فرنسا عادة إنهم ليسوا بالضرورة فرنكفونيون بالمعنى السياسي لهذه الكلمة بما تعنيه من سياسة لغوية وثقافية تقوم بها فرنسا عبر العالم ولكنهم ضمن أجيال ما بعد الاستقلال واحتى وهم ينتجون أساسا بالعربية والأمازيغية فإنهم صلة الوصل الحقيقية والثابتة مع الثقافة الفرنسية من المهم أن نشير في هذا الإطار إلى أن أغلب النصوص الإبداعية الفرنسية والتيارات النقدية والفكرية الأدبية الحديثة وكذلك النصوص الفلسفية الحديثة نقلها إلى العربية كتاب يكتبون أصلاً باللغة العربية ربما حان الوقت لتدرك فرنسا أن أهم ما ينتج اليوم في الفكر والأدب بالمغرب ينتج في اللغات الوطنية دون أن يتعارض ذلك مع استمرار كتاب آخرين يكتبون باللغة الفرنسية ودون أن تكون بين هاتين الفئتين أي علاقة راتبية هذا الوضع لا يعني نفض اليد من الثقافة الفرنسية بالمزيد من اعتبارها رافداً أساسياً من روافد الجديد والحداثة من حق فرنسا طبعاً أن تكون لها سياستها اللغوية والثقافية خارج بلادها ولكن ليس هناك إمكانية لفتح آفاق جديدة لعلاقاتنا الثقافية دون الأخذ بعين الاعتبار قوة وضرورة الإنتاج المغربي في لغاته الوطنية وأن هذا الإنتاج هو الذي يجسد في بلادنا اليوم قيم الحداثة والكونية بهذا المعنى أيضاً نفتح هذا النقاش لنستمع إلى بعضنا بأصوات متعددة ليست نمطية ولا مفتعلة بالحقيقية منتبهة نقدية ومتحررة من الأفكار المسبقة والنماذج الجاهزة ربما تكون الخطوة الأولى في إعادة التفكير هذه التي ندعو إليها هي أن يتحرر المغرب من قدرية العلاقة مع فرنسا ويتوجه إلى بناء هذه العلاقة على أساس إرادة مشتركة تأخذ بعين الاعتبار الواجب والالتزام الأخلاقي لكل الطرفين وأن تنصت فرنسا إلى المغرب الآخر الذي لم تتعود على الإنصات عليه هذا التمهيد فقط لإثارة انتباه الإخوة والأخوات المشاركين بأن الأهم في هذا اللقاء هو أن نقول بأصوات مسموعة بعض الأفكار التي يمكن أن نقدمها للرأي العام حول تصورنا لعلاقات المستقبل بين المغرب وفرنسا بعيداً عن أجواء الضرفية التي نمر منها الآن وفي نفس الوقت قريباً من أسئلتها أشكركم على استماعكم وأعطي الكلمة في البداية البداية إلى الأستاذ علي بوعبيد المنذوب العامل المؤسسة ليقدم بدوره بعض الأفكار على سبيل التمهيد لهذا النقاش الكلمة لعالي بوعبيد شكراً نسي محمد إلا سمحتو أن أعطي المد أربع ملاحظات باللغة الفرنسية وأعطي بتحسيح أحسنًا علي Brendان charge أعطي النقاش يعمله نعمل نهيز من يمكن أن نتجل من أن تحديث بالحقل في مقارنة الذي تجعله مقابل لفرصة والغير من أولئك والتعافي يجب أن نسيحو أن نحن سيكون مقابلين بحق الأولى مزيحو الأولى من التعافي لكن هذه المقابلين هي أساسية الأولى لفظر بحقناة قدران توجد على سنة التنظرات والإنسانية التي تم تحديد في المدينة المعارضة. ربما أحبت هناك بسيارة المحاولة وعشرينة المعارضة التي تحديد حدث على قرار نفس المدينة. ولكن لا يبدو أن نحن بثبار من التحديد في المدينة التي تحديد في هذه المدينة المعارضة. لذلك تجيز به نقيا لحديث عن حديث اي سيرة هبدا عند رؤى نضيح لحديث عن العلاج و خطيب تعلم بالحديث عن البنان multicارية بالحالة فقط أرهنا الямية بالحديث عن الحديث عن الفريق تجيز به كما يكونون مطلقاً في الانتجاري و ثمانيك في الانتجاري ورحمة الانتجاري وانن يظام ننجل انتجاري. وممتازن على المدرسة بنية إن قد تتمثيره سنجد 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 الإنتام سنجد إنتام كل ذلك يمكن فيها اطلاع لطلك السمع فعشرية في سابقه فرائع سحوظة فرائع فرائع محاولة وبماية فعلا أساة فلوه كما هو النجوم كم كم قرر ومذرا ومشاهر وعلي فريم وفريم وشرج يحييييييييه انيقذ سينا الآن نحن أن نعرف على هذا المعارض. هي نحن أيضا أنه يؤذرنا أن نحن أن يكون نحن شخصاً لأننا نحن أن نحن أن نحن أن نحن أن نحن أن نحن أن نعرف مقاً، وضعاً، وعلينا أن نحن أن نحن نحن مستعداً في القصة في حالة دائرة. dans nos appréciations ainsi la crise actuelle on doit en convenir nous ne connaissons que les symptômes les causes profondes nous échappent comme chacun sait la relation bilatérale entre la France et le Maroc ayant traditionnellement ceci de particulier qu'elle n'emprunte pas les seuls canaux classiques de la diplomatie il y a un au-delà de la diplomatie que matérialise la relation entre les deux chefs d'état et puis un en-deçà de la diplomatie que fabrique la société civile au sens le plus large dans ses relations avec la France mais en même temps cette face émergée des problèmes de la crise se suffit d'une certaine manière à elle-même et nul besoin d'être subjectivement francophile pour redouter objectivement que la pente actuelle de la détérioration de la relation ne conduise à un délitement dont les signes annonciateurs sont déjà perceptibles bien sûr l'affaire des restrictions dans l'octroi des visas figure parmi ces symptômes mais elle a eu cependant un très fâcheux effet celui de dilater le périmètre de la crise en déportant le malaise dans la société civile en embarquant les élites marocaines dans une querelle entre états qui les dépasse cette affaire alimente un sentiment d'hostilité à la France qui fait nouveau déborde le cercle des courants traditionnellement francophobes et il est à craindre que le retour inévitable du dialogue officiel comme nécessité il est à craindre qu'il ne suffise à gommer dans l'opinion les traces laissées par cette affaire qui demeure en tout point contre-productive contre-productive à moins bien sûr à moins bien sûr qu'elle ne signale un changement dans la doctrine de la politique étrangère française vis-à-vis du Maroc troisième point penser et mettre en perspective nos liens avec la France revient à s'efforcer d'en appréhender non pas la surface mais les ressorts par quelques points de repère qui permettent d'interroger le moule dans lequel s'est coulé dans le temps cette relation depuis au moins l'indépendance du Maroc je crois que sur ce plan on peut dire que la relation Maroc-France s'est construite sur plus de 60 ans ou depuis plus de 60 ans sous le signe de la célèbre formule controversée de l'indépendance de l'interdépendance formule née de la crise et qui avait fait couler beaucoup d'encre depuis au moins 1952 les uns y voyaient l'antagonisme entre les deux termes antagonisme irréductible indépendance contre interdépendance les autres un oxymore d'autres encore considéraient qu'il fallait hiérarchiser commencer par l'indépendance et on verra ensuite pour l'interdépendance bref il y a eu tout un débat qui a duré au moins deux ans formule donc née de la crise mais formule qui au prix d'une décantation dans les esprits après deux ans finira par devenir la formule de sortie de crise elle recevra dans les termes du communiqué de novembre 55 de la salle Saint-Cloud sa formulation définitive qui dissipera tout équivoque lequel communiqué conjoint évidemment reconnaît au Maroc je cite le statut d'un état indépendant uni à la France par des liens permanents d'une interdépendance librement consentie et définie autrement dit et au terme de ce communiqué le Maroc n'est pas indépendant contre la France il devient indépendant de la France et c'est à cette condition qu'on peut discuter librement des termes de l'interdépendance à venir formulation qui tout en faisant la part respective des intentions et des circonstances conjuguées en définitive dans un équilibre pragmatisme des intérêts bien compris respect des souverainetés des états et permanence des liens culturels et humains économiques et politiques entre la France et le Maroc formule enfin qui aux yeux des acteurs indiquait un point d'équilibre un point d'équilibre entre contingence c'est à dire ce qui aurait pu avoir lieu et nécessité c'est à dire ce qui s'est imposé aux acteurs du moment contingence équilibre entre contingence et nécessité dont aujourd'hui encore le pouvoir d'évocation continue de résonner très fortement en effet on peut dire qu'au fil du temps de nos relations nos relations se comprennent sur la durée en définitive que comme des déclinaisons de cet équilibre entre contingence et nécessité équilibre évolutif bien sûr qui a connu déjà justement successif bien sûr aussi mais équilibre qui a tout de même survécu aux crises de haute intensité qu'a connu la relation France-Maroc depuis l'indépendance du Maroc aujourd'hui force est de constater après 60 ans que c'est la part de nécessité accumulée au four du temps et qui illustre la densité des liens culturels économiques politiques qui nous unissent sans évoquer évidemment les défis en commun c'est cette part de nécessité qui nous oblige et c'est cette même part de nécessité qui rend la relation Maroc-France irréductible aux seules relations diplomatiques et qui nous rend nous-mêmes si sensibles au caractère purement contingent de la mauvaise passe que traverse la relation actuelle entendons-nous il n'entre pas dans mon propos ici de préjuger de l'avenir de la relation elle appartiendra aux décideurs il n'y a pas de déterminisme soyons clairs il y a juste à retrouver ensemble et par la voie du dialogue un nouveau point d'équilibre nouvel équilibre pour la construction duquel le Maroc a mis sur la table le dossier du Sahar c'est mon quatrième et dernier point comme chacun sait le Maroc a fait le choix de mettre dans la balance de ses liens bilatéraux ce qu'il a de plus cher son intégrité territoriale la question du Sahara pour faire court et se risquer un parallélisme la question du Sahara est aux Marocains rois et peuple confondu ce que les principes républicains sont aux citoyens français et aux dirigeants français la France a été à la fois le témoin et l'acteur et acteur dans ce dossier du Sahar elle est donc la mieux placée pour entendre l'inflexion opérée par le Maroc pour au moins deux raisons la première c'est que la France a une histoire et donc une responsabilité avec les territoires sahariens les territoires sahariens de l'Algérie et les territoires sahariens du Maroc je rappellerai si vous me le permettez trois points rapidement la France a commencé par a commencé d'amputer le Sahara marocain de sa partie orientale au profit de l'Algérie française elle a ensuite envisagé je cite de partager l'Algérie en prévision de son indépendance partager l'Algérie c'est le titre du livre d'Alain Perfit qui était ministre du général de Gaulle en deux entités distinctes avec deux statuts distincts une confédération algérienne au nord et une république indépendante du Sahara au sud elle avait du reste comme chacun sait créé en 1957 un ministère dédié au Sahara et la fameuse organisation commune des régions sahariennes troisième point d'histoire qui montre la responsabilité de la France sur le dossier pas le dossier du Sahara mais sur les questions sahariennes dans le cadre de la décolonisation la France par son intervention militaire en 1958 tout le monde connaît l'opération écovillon est venue à la rescousse de l'Espagne pour stopper la progression de la libération de Rio de Oro et Sac el Hamra actuelle qui était évidemment sous occupation espagnole et la progression de l'armée de libération du sud et des tribus haraouis de l'époque donc trois points essentiels d'histoire que j'évoque ici trop rapidement vous m'en excuserez mais qui sont cruciaux en ce qu'ils engagent la France et suggèrent surtout ce qui s'est joué durant la période de décolonisation des territoires sahariens le plus large possible entendu au sens large deuxième raison grande raison qui fait de la France qui fait que la France est la plus fondée à entendre l'inflexion opérée par le Maroc elle tient à l'historique de ses positions sur le dossier du Sahara notamment aux Nations Unies et là il importe de faire droit il importe de faire droit à l'attitude de la France au Conseil de sécurité dont aucun membre ne peut se prévaloir avec la même constance ces deux grandes raisons traduisent me semble-t-il la juste appréciation par la France des enjeux qui sous-tendent le dossier du Sahara dans ses développements les plus récents il mériterait bien sûr d'être actualisé en y intégrant les défis contemporains relatifs à la stabilité et au développement de la région mais l'essentiel l'essentiel est d'observer qu'un soutien explicite de la France à la voie de l'autonomie comme la seule voie plausible raisonnable qui s'offre à nous pour un dénouement politique de la question du Sahara ou du contentieux du Sahara ne serait en définitive et en dernier ressort qu'un prolongement logique des positions passées de la France en tout état de cause il reste à mon avis un non-dit à dissiper et qui touche à la relation triangulaire de la France avec le Maroc et l'Algérie et que l'on ne peut occulter si je le résumerai de la manière suivante si la relation de la France à l'Algérie ne saurait pour des raisons évidentes nous indisposer nous marocains en revanche en revanche elle est faite pour nous questionner notamment sur un point de vigilance qui est le suivant dans la relation à la France et pour les motifs notamment mais pas simplement historiques invoqués précédemment jamais les Marocains ne pourront et à bon droit comprendre et accepter de la France qu'elle cherche d'une manière ou d'une autre à ménager l'Algérie sur le dossier du Sahara l'intégrité territoriale du Maroc n'a tout simplement pas vocation à figurer implicitement ou explicitement comme un paramètre dans l'équilibre de la relation entre la France et l'Algérie Merci de votre attention Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé avec le sujet C'est un sujet في عليكم مباشرة أكبر عليكم المتابعة ،ون تقرير في القت todه بإمكاننا الذي نظرنا والمعودة معًا برشقت والمعرق وفق على سأساب سرفة ليس في قتلاً بسيطتي حيث أرجو في إصدقائنا بات بعد وطالب ... ويضاً يتواجد أيضاً لكي أشخاص بيجارة محدرة. كأنني أشخاص بيارة ويستمع فيها الميزة. كأنني أشخاص بيارة المغربية سعيدة فيها المغربية، لكنني أشخاص بيارة فيها فياستقامات مغربية الشيخية. ويحن يتواجد الوطنين ويجد صورة فيه، ومتصورة فيجارة خلالة الجزاء، وهو من المعرفة لكي، لقد كانت من مؤمنين من قبل أن تحديوها، التي تحدثت من الانجارية وليس لا تهاجئين وليس لا يمكن أن تهاجئين وليس غير مباشرين كذلك عندهم تهاجئين أعطاء الانتفاقين ثم يوجد ايضاً قبل يوجد هذا القاسه كم مبتن الجرح وانت ورقة هي أصدرنا نهائي من ألحوظات الأمورية ويجب أنه في مرة أحيان أبداً منه شيء يوجد dans la société marocaine entre ceux qui la maîtrisaient et ceux qui ne la maîtrisaient pas et elle a fonctionné comme un capital à la fois culturel et symbolique mais aussi économique qui en fait permettait ou pas dont la disposition permettait ou pas un positionnement élitiste et élitaire et donc j'ai longtemps entendu et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt durant mon adolescence les débats sur l'arabisation du Maroc la question de l'arabisation qui en fait reposait la question de l'identité marocaine de l'identité culturelle du Maroc qui en réalité est multiple nous sommes bien sûr arabophones mais aussi amazérophones nous sommes hispanophones nous sommes francophones et il me semble que ces héritages et leur multiplicité restent pour nous une richesse que nous devons préserver et dont il ne faut pas se séparer qu'il ne faut pas abandonner et à ce titre la langue française et bien comme le disait Kate Sebiassine un butin de guerre que nous pouvons faire prospérer et que nous contribuons à enrichir et à transformer c'est pour un premier point pour la question plus politique de l'évolution des rapports entre la France et le Maroc j'ai envie de le réinscrire dans un contexte peut-être moins politique et plus humain plus social peut-être plus historique en rappelant que nous avons en France et dans les pays de langue française une diaspora importante qui elle aussi vit cette double appartenance et qui en fait souffre des tensions politiques entre les deux pays nous sommes aussi responsables nous le savons de ces diasporas qui continuent d'appartenir par le coeur mais aussi par les documents administratifs à leur pays d'origine donc les tensions entre la France et le Maroc quand elles sont d'ordre politique et qu'elles concernent effectivement de manière très implicite non formulée mais claire la question territoriale de l'intégrité territoriale du Maroc elles engagent elles engagent ces tensions des êtres humains par millions des deux côtés de la Méditerranée et elles engagent aussi la question de la gestion de ce que nous avons en commun à savoir l'histoire dont fait partie aussi l'histoire coloniale bien sûr mais les histoires migratoires et puis elles engagent aussi la question de l'avenir aussi de ce que nous pouvons espérer continuer de vivre ensemble alors même que la grande question qui se pose au monde aujourd'hui c'est quand même la question de sa survie c'est quand même la question de la survie de l'espèce humaine et c'est la question de cet infléchissement des politiques de développement vers les objectifs de développement durable pour lesquels nous sommes dans les faits et sur le plan économique largement accompagnés quand même par la France aujourd'hui donc il y a à la fois un enjeu de repositionnement me semble-t-il à la fois du Maroc et de la France n'oubliez pas que la France quand même est questionnée très profondément dans son identité par le vieillissement de sa population par une équation politique qui malheureusement comme pour pratiquement la majorité des pays européens tend à se durcir vers une définition identitaire en fait de ces sociétés comme si elles étaient quelque part menacées aussi par la vitalité et la jeunesse de l'Afrique et donc il y a un contexte du durcissement de cette relation qui tient à la fois à ce qui peut être perçu comme un affaiblissement politique et diplomatique de la France et à la fois ce que nous aurions peut-être tendance et la tentation de croire comme un renforcement de notre propre positionnement politique et diplomatique avec effectivement la politique du Maroc en Afrique et aussi la multiplicité des alliances que ce monde multipolaire qui se crée sous nos yeux en fait propose aux pays du Sud et leur permettant aussi de s'affranchir quelque part d'une relation monolatérale unilatérale parfois étriquée donc pour résumer il me semble que nous sommes à un croisement des chemins et que le Maroc fait entendre aussi sa voix pas seulement à l'intérieur de son territoire mais à l'extérieur de son territoire en particulier en Afrique où peut-être les intérêts français ne sont plus ce qu'ils étaient où la présence française est contestée largement et il y a là une tension qui n'a peut-être pas grand chose à voir non plus avec l'Algérie mais peut-être davantage avec ce repositionnement du Maroc en Afrique et il y a toujours dans une relation ancienne dans les moments de mue en fait quand les protagonistes changent de taille changent de vêtements il y a toujours bien sûr aux entournures des choses qui craquent et peut-être qu'il y a là quelque chose qui va craquer et que c'est peut-être quelque chose de mieux que d'acceptables d'appréciables en tout cas pour le Maroc mais aussi pour la France que l'habit paternaliste parfois néocolonial des fois aussi peut venir entraver aux entournures face aux enjeux du monde qui se présente et où nous devrons oeuvrer ensemble pour atteindre en fait les objectifs définis par les différentes COP qui ne sont plus aujourd'hui des horizons d'attente mais qui doivent devenir des urgences face aux urgences climatiques auxquelles nous sommes confrontés donc peut-être qu'il est bon que cette relation et bien qu'on devait accepter que cette relation soit parfois et en ce moment en souffrance mais pas trop longtemps effectivement et pas de cette manière là pas en affectant les populations civiles pas en modifiant les représentations intimes des territoires en humiliant les élites marocaines qui ne peuvent plus se rendre en France comme elles le faisaient spontanément pour scolariser leurs enfants leur rendre visite et aussi pour gérer les intérêts croisés de leurs entreprises dans les deux pays les chercheurs les écrivains il y a là quelque chose effectivement comme l'a dit Ali qui inquiète qui abîme et qui ne doit pas durer donc cette politique de restriction des visas peut-être qu'il faudrait la poser courageusement sur la table en peser les tenants et les aboutissants ne pas oublier qu'il y a aussi dans la balance la question du rapatriement au Maroc de délinquants classés au fichier S et que le Maroc refuse aussi de récupérer et donc s'interroger sur ce que nous pouvons faire ce que nous devons faire aussi de ce côté là et effectivement réaffirmons clairement ce qui aujourd'hui fait l'identité marocaine c'est à dire comme l'a dit monsieur Achari bien sûr le Maroc est un pays largement aujourd'hui arabophone qui est questionné par la question de l'intégrité de son territoire qui ne souffre pas de remise en question de cette intégrité territoriale et qui est capable dans sa totalité de renégocier de calmement sans affecte passionnel sans relation infantile à un ancien pays colonisateur en adulte de faire valoir ses besoins il faut peut-être les identifier d'abord qu'attendons-nous de la France finalement que souhaitons-nous de ce rapport avec la France qui est en tension aujourd'hui comment voulons-nous que la France nous considère si nous voulons une relation privilégiée et bien il faut en accepter les limites les relations privilégiées comme vous le savez les privilèges sont payés autrement si nous voulons une relation d'égal à égal plus claire peut-être un peu moins passionnée et bien il va falloir accepter de se mettre à table vraiment à table sans émotions négatives et finalement aborder les sujets qui fâchent clairement voilà c'est وهذه العلاقات يعني هي كتعرف دائما يعني تجادبات وكتعرف يعني التطورات ومخاضات على مر العقود ولكن أنا أريد أن نضعها في نساقين أكبر وهو تحديات العلاقات الفرنسية مع إفريقيا بشكل كبير جدا وتحديات تواجد الفرنسي بإفريقيا لأنه في هذا الإطار هذا يمكننا نفهم الخصوصية التي تحدث عليها السعالي ولكذلك تحدثت عليها الأخت ياسمين ولكن لا بد أن نشوفوا ما هي أسباب التوتر الكامين الآن ليس فقط ما بين فرنسا والمغرب ولكن ما بين فرنسا والعديد من الدول الإفريقية إذن هناك تحديات كبيرة تطرع على التوجد الفرنسي في إفريقيا وعلى العلاقات ما بين فرنسا وما بين الإفريقيا لأن فرنسا نعم عند علاقة طويلة ومعقدة نسيجة عبر قرون يعني من استعمار حروب تحرير شركات ما بعد الاستقلال إلى غير ذلك مع كثير من الدول خصوصا شمال إفريقيا وغرب إفريقيا ووسط إفريقيا كذلك وهذا يتمثل في تواجد اللغة الفرنسية التي تستعمل يعني كلغة رسمية أو كلغة ثانية أو كاللغة فرنسا ما بين اللهجات إلى غير ذلك وكذلك شركات اقتصادية وتقافية مهمة جدا خصوصا مع بلدان حال بلدان المغرب العربي ولكن كان بعض الدول اللي عندك كذلك تربط عضوي مهم جدا مع فرنسا فيما يخص مثلا الفرنسية التي نرىها مثلا في غرب إفريقيا كذلك التعاون العسكري مع دول الساحل إلى غير ذلك ولفرنسا تأثير ثقافي وسياسي يعني على جل هذه الدول من نحية تنظيم لمن نحية تشريعات لمن نحية الصناعة إلى غير ذلك وجادي بيدي الثقافة الفرنسية كانت على مر العصور اثرت على نخاب كثيرة وشفناها مثلا في الجامعات هذا النخاب كانت توجد في صالونات باريس مالات للمفكرين والأدباء والفنانين والساساء إلى غير ذلك حتى المعارضين للأنظمة بالنسبة لإفريقيا كانوا توجدوا الضلة دي لهم في باريس وفي ثقافة فرنسا وفلسفاتها وإنتاجاتها الفكرية ولكن تأثير هذا بدأ يعرفه فتورا في الفترات الأخيرة يعني في السنوات الأخيرة يعني باريق الثقافة الفرنسية بدأ يخفوت في الفضاءات الأفريقية صارت صوت دي لها غير مسموع تواجد العسكري والديبلوماسي والسياسي غير مرغوب فيه بعد ما تنقوب إلى تواجد القوات الفرنسية في مالي بانتقادات شديدة والنيجر كذلك وحتى أنه خروج القوات الفرنسية تم تصفق ولو مثلا في الشارع في مالي وهناك يعني أصوات تطالبه كذلك برحيل قوات فرنسية من النيجر إلى غير ذلك وحتى في شمال إفريقيا فتارات الود بين فرنسا ودول المغرب العربي دائما تتبعها فتارات من التوتور بعد الأحيان لي هو يعني صارخ كما نرى في العلاقة ما بين فرنسا والجزائر ولا فتارات أزمات صامتة كما نرى مثلا الآن ما بين فرنسا والمغرب بمحاولة لقام بها إمانويل ماكرون الرئيس فرنسي للتصالح مع الدول يعني محاولة تلا بأسابية لأنه مثلا المسألة للتاريخ للذكرة المشتركة مع الجزائر والهم مؤرخين قاموا بعد المسألة للذكرة والمصالحة إلى غير ذلك مهمة جدا محتل يعني ما قام ببنجامين ستورة في هذا الإطار هذا ولا الرفع مثلا من قيمة المباريخ المخصصة للتنمية مثلا إرجاع التحاف الفنية إلى الدول الإفريقية إعادة هيكلة العملة لأنه العملة ديال العملة المشتركة ما بين الدول الغرب إفريقيا إعادة هيكلة ديالها ما بقاش دب أنه إلزام بأنه الودائع بالعملة الصعبة توضعه في البنك المركزي الفرنسي غد توضع في البنك المركزي ديال دول إمواء إلى غير ذلك هذه كل الجهود تسبوا في طريق تصالح مع الفرنسا مع مستعمراتها السابقة ومع الفضاء اللي هو فضاء حيوي بالنسبة لفرنسا ولكن لم تعطي أكلها بعد إذن لهذا خصنا نشوف ما هي الأسباب الكاملة في هذا هناك محاولات مهمة جدا هناك زخم تاريخي هناك عمق ديال العلاقات الاقتصادية والثقافية ولكن مع ذلك هناك توضع كبير جدا شادو في العلاقات ما بين فرنسا وما بين إفريقيا أنا تنظن أنه المسألة الأولى هي تبدبدب تقات النخب الإفريقية في فرنسا لأنه أنا أظن أن الفرنسا لم تتوفق في إيجاد نموذج أمثل لتحقيق التنمية رغم السيطرة الاقتصادية رغم ملهمة الاقتصادية لفرنسا في غرب إفريقيا وفي شمال إفريقيا وكذلك النفور المتنمي للنخب فرنسا من إفريقيا رغم اليقين لهم بأن المستقبرة موجود في إفريقيا يعني مليار ومئةين مليون يعني قارة شابة إلى غير ذلك إذن هناك فقدان لاتقاء من جانب الأفريقاء وهناك كذلك تدني الاهتمام من طرف النخب الرأي العام الفرنسيين هذا هو السبب الرئيس في أفول صوت فرنسا في إفريقيا من جهة أخرى قناعة لدى النخب الإفريقية الشابة لمشهدت فترة التحرر مثلا من الاستعمار بأن كنا قناعة الآن وكتشوفها في دول ساحل شوفها في غرب إفريقيا وربما احتفت دول بعض يعني نخبت في الشمال إفريقيا أن تصرفات أو أن التواجد الاقتصادي والمالي لفرنسا في هذه الدول ومؤشر لتصرفات نيو كولونيالية موجودة هذه المسألة هذه ونرى كيف كانت في غينيا كوناكري وكيف يعني بالنسبة للمعادنين لغير ذلك لكن في دول أخرى نرى هذه المسألة هذه وأنه من المفروض هذه تم تجاوزها بوعيد الاستقلال ولكن لم يتم تجاوزها على مستوى أرض الواقع كان اللي تشوف بأنه تأثير الفرنسي هو عامل إحباط أبدل أن يكون عامل انطلاق وعمل الكثير يرى مثلا تجربة الرواندية في الانتقال إلا الإنجليزية بينها تجربة رائدة نرى بأنه مثلا دولة لكانت فرنكوفونيا حتى النخاء اللي هي القابون الآن يعني تتوجه إلى الكومنويلد وتستبدل الفرنسية بالإنجليزية هناك أصوات حتى في المغرب تطالبون نرىها يعني من حين إلى آخر بالانتقال إلا الإنجليزية إلى هذه ولكن مسألة الأخرى وهو أنه جاد بيت الفكر الفرنسي والباريق ديال الفكر الفرنسي اللي تزامنات مع فترة تحرر من فرنسا اللي كانت عشناها في الجامعة وعشناها مع الكتب وعشنا مع الفلاسفة إلى غير ذلك هو أن الحركات الفلسفية والفكرية اللي ظهرت في فرنسا واللي قلبات عالم الجامعة رأسا على عاقب الإنتاج الفكري ديالها إلى غير ذلك قادها مفكيرون اللي هما كانوا ينصرون حركات تحرر في العالم الثالث جون بول سارت، سيمون ديال بوروار، جاك ديال، لوي سالتوسير، ميشيل فوكو، جون بودريغ إلى غير ذلك إذا النخب الإفريقية استلهمت هذه الأفكار وهذا الخطاب وطورته وصارت ببارز قبلة للثورة وللحادثة ولما بعد الحادثة ولتفعيل النظري لنظرية العالم الثالثة إلى غير ذلك وهذا النخبش وصلت للحكم في الثمانينات يعني حاولت أنه هذا النموذج المعرفي الفرنسي أن تفاعله على أرض الواقع لهذا كانت الهيمنة الثقافية والسياسية ديال فرنسا بالنسبة لكثير من هذه الدول ولكن الجيل الإفريقي الذي أتى من بعد في بداية القرى الواحد وعشرين وتسلم المقاليد الحكم ما عاش لا حرب التحرر ولا الثورة التقافية الفرنسية ولا الزخم التقافي والفكري والفلسفي اللي عاشته فرنسا في السينات والسبينات هذا الجيل ديال العلماء ديال الانترنت ديال التورة المعلوماتية ديال التورة ديال التورة الصناعية الرابعة إذن النماذج التي ترعرع عليها هذا الجيل هذي هذا يعني تأتي من يعني دماذج تكتسح عالم الطروة والسلطة إلى غير ذلك هما بيل جيتس وإليون ماسك وجيزف ديزوس وباراك أوباما وجاكما لا أحد من هؤلاء فرنسي إذن توارى النموذج الفرنسي الوراء وتم استبداله بنماذج من فضاءة أخرى تبدو رحبة بل وبعيدة عن تجربة الاستعمارية الفرنسية المالية ولكن في المقابل ديال هذا نجد الفرنسيين منشغلنا بنقاشات تبدو لنا عقمة وبيزنطية حول الهوية وحول الهجرة والإسلام السياسي واختلط الحابل وبالنابل عندهم وصار العنصر الإفريقي وهذه الأساسي العنصر الإفريقي مثلهم مثل العنصر العربي مثل المسلم إلى غير ذلك عبارة عنده خلاء لا يجب الكثيرات بهم بل يجب التضيق عليهم هذا وليتكلمات عن الأستاذ ياسميل فيما يخص الفيزا ولكن تنشفه في كثير من المنابر في هذا الإطار هذا أضف إلى هذا أن ماكرون جمعه واحد الجيل الجديد إلى سدة الحكم لا يعرفه لا حساسيات التوجود الإفريقي في فرنسا ولا التوجود الفرنسي في إفريقيا هذا جيل ينهل من سنة آخر يعني من مختلف عن سنة اليسار واليمين تقليدي الذي عرفنا هذا السنين هو المكرونية هذا المكرونية ليست لا يسارا ولا يمينا ولكنها تقول بأنه وسطية وهو شتت من الأفكار التي تشوف تحليل المكرونية مبني على التواصل الرقمي على الإحاءات الشبابية على محاولة خلخلة الأفكار القائمة دون رؤية يعني تذكر لأن الرؤية هي في الخلخلة في ذاتها في التورع للقواعد في الترميطات الكلاسيكية إذن في هذا الإطار هذا ضع حتى يعني أنه العلاقات لغريد القتلية في قرسي محمد إذن النتيجة أشناية هي من جهة نخبة فرنسية جديدة تائهة غير مكترتة بإفريقيا ولا بالمغرب ولكن بالتموقع على مستوى مكان من ضعف الطبقة السياسية الكلاسيكية لا يمين ولا يسار فرنسي ومن جهة أخرى هناك نخبة إفريقية جديدة لا يمثل النموذج الفرنسي بالنسبة لها نبراسا تهتدي به كما كانت في الماضي إذن هذا الانفصام واضح وتقطع إيديولوجية واستراتيجية وربما إبيستيمولوجيا ما بين فرنسا ما بين دول أخرى ومنها المغرب إذن السنوات المقبلة وهنا ستورينا يعني تم ظهورات جديدة بل وربما صادمة لهذا التحول الجذري لأفول فرنسا في إفريقيا وكذلك التأثير ديالها ولحتى كذلك علاقة دول مثل المغرب معها شكرا سمعت شكرا سيد حسن حداد على هذه التدقيق الواضح في اختلالات التي حدثت في منظومة العلاقة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة سأستسمح لأستاذ حسن أوريد السيد حمد العصيد عنده طائرة فهذه نعطيه الكلمة هو الأول إذا سمحتم شكرا سيد الرئيس استحياتي الحضرات والحاضرين شكرا مؤسسة عبد الرحيم بو عبيد التي عودتنا على مثل هذه اللقاءات في الوقت المناسب في أحيان كثيرة نشعر بالحاجة إلى نقاش عميق وإلى أفكار جديدة تتعلق ببعض السياقات والقضايا وأعتقد أنها قد أحسنت صنعا بالانتباه إلى هذا التوتر الحالي وتخصيص هذا اللقاء لمناقشته وأتمنى أن تتلوه نقاشات أخرى لتوضيح الرؤى وأيضا لإبداع تصورات جديدة للعلاقة بين المغرب وفرنسا بالطبع هذا النقاش يجري في إطار سياق يعرف توطرات إقليمية كبيرة ونوع من التصعيد على مستوى شمال إفريقيا بين المغرب والجزائر وتونس يعرف أيضا توطرا بين فرنسا ودول جنوب الصحراء وخاصة مالي والنيجر يعرف توطر علاقة فرنسا مع المغرب وبالطبع هناك نوع من تصاعد خطاب إفريقي يطالب بإعادة تأسيس أو إعادة النظر في العلاقة بين إفريقيا وفرنسا وأتذكر هنا لقاء مهم جدا جرى بين الشباب الإفريقي وبحضور رئيس الفرنسي وكانت كلماتهم في غاية القوة وغاية العمق وغاية الدقة كذلك وتوتر أيضا واستمع إليها ماكرون بإمعان وأعتقد أن أصوات الشباب الذين عبروا عن مواقفهم في ذلك اللقاء أمام رئيس الفرنسي إنما تعبر في الحقيقة عن تصور إفريقيا لمستقبلها باعتبار أن لديها من الطاقات الكثير ولكنها مكبوحة في ظل منظومة علاقات لم تعد مرضية بالنسبة للأفارقة كذلك الاتفاقية التولاتية التي وقعها المغرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل أعتقد أن لها دور مهم في توتر العلاقات المغربية الفرنسية خاصة بعد أن تلاها نوع من التفاهم بين المغرب وإسبانيا بالشكل الذي تبعتموه والذي جعل فرنسا تشعر بأنها لم تعد في طليعة المشهد في العلاقة الخارجية للمغرب رتب المغرب علاقته مع هولندا رتب علاقته مع ألمانيا ورغم التصعيد مع الجارة الشرقية الجزائر لكن فرنسا شعرت بأنها بالنسبة لتاريخ علاقتها بالمغرب وتاريخ تبادلات مع المغرب شعرت بأن هناك خضة معينة أصبحت تطرأ على الساحة فيما يتعلق بهذه العلاقة هناك مسلسل التوترات رفض المغرب قبول المطرودين من فرنسا وهم في وضعية غير نظامية قرار فرنسا حرمان 50% و70% من المغرب من الفيزا إخوان تطرقوا لهذا توقيع الاتفاقية التولاتية لأزعجة فرنسا تقارب الربط ومدريد جعل المبادلة مع فرنسا تتراجع مقارنة بإسبانيا تسوية الخلاف مع هولندا ألمانيا ثم زيارة ماكرون للجزائر مؤخرا وأيضا منافسة الشركة المغربية للشركة الفرنسية داخل إفريقيا بعض الأرقام كتقول بأنه في تمانية دول إفريقية ثلاثة بنوك مغربية واخدوا 21% من المارشي وفي مالي وحدها البنوك الثلاثة اخدت ما بين 45% و50% وهذا شيء من المؤكد أنه سيزعج بطبيعة الحال الرأسمال الفرنسي والشركات الفرنسية ثم هناك تزايد الوعي بالطابع الاستغلالي للشركات الفرنسية في عدد من البلدان ثم مؤخرا نشر بعض المعطيات السلبية حول المغرب من طرف وسائل إعلام فرنسية ومن أختارها الترويج بأن الفصفات المغربي فيه مواد سامة وتقديم دراسة من لابو يعني من مختبر معين حول هذا الأمر بالطبع أعتقد بأن هناك دور للنخب الحكيمة في ظل هذا الوضع المتوتر وهو التفكير في بداء التصايد ولهذا المؤسسة فكرت في هذا اللقاء هناك ضرورة إعادة التفكير في فرنسا وعلاقتها بمستعمرتها هناك موجة لمحاولة تصفية ماض فيه من السلبيات ومن الإيجابيات كذلك ثم هناك واحد النقد مهم الآن والسيل حسن أشار إلى هذا للنموذج الفرنسي سواء النموذج الاقتصادي أو السياسي أو التقافي المغرب تبنى النموذج الفرنسي الموديل جاكوبان دولي تانسيون غبى لاستقلال وكان هذا النموذج بالنسبة للمغرب في ذلك الوقت مهما لماذا؟ المغرب كان بلاد السيبة بلاد المخزن كان هناك سرع بين القبائل والمخزن المركزي كانت جد دولة الوطنية بمؤسساتها الحديثة من 1926 صبحنا في إطار دولة حديثة النموذج الفرنسي بالطبع تقوية الدولة المركزية الوطنية النموذج التقليدي كان مهم في بداية الاستقلال أن نأخذنا النموذج الفرنسي لكن مع مرور العقود بدكيبان بأن النموذج الفرنسي لا يطابق لحقيقة المغربية لا في التاريخ ولا في الواقع المغرب فرنسا دستوريا لكيقول بينما المغرب هو بلد التعددية ليس في اللغة فقط بل في الديانات في التقافات في العناصر الحضارة المختلفة وأدى الأمر إلى تأزم النموذج الفرنسي للدولة في أدهان النخب المغربية وبدأ النقد فعلا يوجه لنموذج في التعليم نموذج الاقتصادي نموذج المقاولة إلى غير ذلك ولعل النخبة الفرنسية شعرت بهذا لأن هناك الخطاب بدون شك شفته كاملين خطاب الرئيس ماكرون أمام صفراء فرنسا صفراء دي الفرنسا عبر العالم لما قال حرفيا نموذج الانية تؤكد هذا التصور النقدي التي توجهه للنموذج الفرنسي بالطبع كتربطنا بفرنسا نوع من ما أسميه أبوة تقافية كانت هناك نوع من الأبوة التقافية يشعر بها المغاربة تجاه فرنسا كلنا بشكل من الأشكال سواء كنا معربين أو فرنكوفونيين بشكل من الأشكال لنا نوع من البنوة تجاه فرنسا لأننا أبناء فلسفة الأنوار تعلمنا جميعا من ديكارت شيء الكثير تعلمنا من ديدروم، مونتيسكيو، غوسو إلى آخره هذه الناس تركوا فينا بصمات قوية في أدهاننا وشخصياتنا ونظرتنا للعالم وبالطبع الفلسفة الفرنسية طبعة التعليم المغربي والجامعة المغربية بشكل قوي وهذا كان له الفضل في ظهور نخبة مغربية حتى في المجال الأدبي لأبدعة الكثير في اللغة الفرنسية ولكن في التقافة المغربية في فضاءات مغربية وشخصيات مغربية إذن هناك اعترف بأبوة تقافية لفرنسا ولكن هناك أيضا نوع من النقد والتحفظ على سلوكها الاستغلالي لسماسي الحسن نيو كولونياليزم أو الاستعمار الجديد هناك عدم توازن في تدبير الإرت الاستعماري عند المغربة بين الدولة الحامية في مقابل استغلال الاقتصادي وهيمنة تقافية واليوم أعتقد أن علينا أن نعيد التفكير لإعادة التوازن وأتذكر هنا كلمة لأحد السياسيين الباكستانيين مهمة جدا وهو عمران خان لما قال يحرمك الاستعمار من احترامك لذاتك والاستعادة هذا الاحترام عليك أن تعمل على إعادة التوازن مع الآخر يعني كلمة عميقة جدا ومهمة وهذا هو ما ينبغي أن نقوم به كنخاب مغربية لا بد من إعادة التوازن للعلاقة مع فرنسا ولكن لكي يتحقق ذلك لا بد من إتبات الدات أمام الآخر ولإتبات الدات أمام الآخر وانتزاع الاعتراف منه لا بد من الترصيخ الديمقراطي في التجربة المغربية لا يمكن أن تكون لنا هشاشة في الداخل ونطمح لعلاقات متوازنة عندنا في هذه الكلمة الأستاذة ياسمين طرحت سؤال حول نموذجين للعلاقات وش علاقات ندية أو علاقات ديالي بخيفيلاج ديالي بخيفيلاج أو التمييزية أعتقد أن الطموح المغربة هو إقامة علاقات ندية مع فرنسا وفي إطار تفاوض ولكن باش تكون عندنا القوة ديالتفاوض لا بد أن نقوم بإنجاح انتقالنا نحو الديمقراطية داخليا لا يمكن أن تكون عندنا هشاشة وأن نطمح في علاقتنا بالآخر نكون أقوية أنا أعتقد أن هذه النقطة مهمة جدا نوع من النقد الداتي النقد الآخر ونقد العلاقة ونقد الدات أيضا أخيرا يعتقد بأن شمال إفريقيا ومنه المغرب عاش حضاريا واحد نوع من الإنسية العميقة في علاقته بالآخر واحد اللومانيزم وهذه الإنسية بنت في واحد المسألة الأساسية أننا نرفض الغزاة نرفض الأجنبي أن يغزونا عسكريا ولكن لا نرفض أبدا التقافات واللغات والأديان حاربنا روما وكتبنا باللاتينية وحاربنا البيزنطيين والويندال وكتبنا باللاتينية حاربنا العرب الأمويين وتبنينا العربية حاربنا الفرنسيين والإسبان واشتغلنا بالفرنسية وبالإسبانيا هذه نزعة إنسية حضارية عميقة في الدات المغربية وأعتقد أنها يمكن أن تكون مرتكز لإعادة التفكير في العلاقة المتوازنة مع فرنسا وأرى بأنه هناك حاجة ماسة إلى لقاء دولي بين النخبة المغربية والنخبة الفرنسية يكون لها صوت مسموع في فرنسا لماذا؟ لأن النخبة الفرنسية مشغولة بموقع فرنسا بين أمريكا والصين وخطب الرئيس ماكرون نفسها تعكس هذا الهم هناك تفكير في مستقبل فرنسا بين أمريكا والصين بين أوروبا وأمريكا والصين ولا تحضر الرهانات المتعلقة بجنوب المتوسط في خطاب النخبة الفرنسية وأرى بأنه نحن بحاجة إلى لقاء من هذا النوع مؤتمر دولي أو لقاء دولي تطرح فيه الإشكالية الكبرى وتسمح بتطبيق فكرة ماكرون بأنه يجيموني أوكسودانتال ينبغي أن تنتهي وأنه يجب أن يساعد الناس شكرا لكم شكرا لأستاذ عصيد على هذه المداخلة الشيقة والدقيقة في نفس الوقت وأعطي الكلمة الآن لأستاذ حسن أوريد وكما تعلمونا جميعا عالم سياسة ومؤرخ وروائي وكاتب يدرق تماما نقطة التوازن بين العالمين الفرنسيين والمغربين أنه يكتب بالعربية ويكتب أيضا باللغة الفرنسية شكرا لأستاذ حسن شكرا لأستاذ رئيس شكرا لأستاذ رئيس كانت مددع لعظمجارة لكي أسرع الأعزام نفعل، زوجة الأعزام المغربية على الغدًا حوالد. حالياً لكي أحضر لم أداعقرب م pmاما بعده المترجم لم يصبحة القرتين ويجعل ذلك أصبح لعباطية ربما على خيوال كيما أحسام الاشتراكس لم يكن هناك من السنة أو أو سيسان. رئيسة محطة رأيس. أي شيء يزاكل في العام. لذلك التعليم بالكامل المساعدة. نحن نسألون لهم نفترق ونطرق 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 لأنه فهو حقا لك أول مانوحين والمثالية هي مخارجة المعارضة ويسيقا بإددارك تزيلا على الآن لم ننظر أنت هناك في المستحيل على هذا الشعور من فاجة من دائم أن نحن افتح بالمثال بحاجة النموح التي تتعلقها كما أتحدثي لن تحسن في العلم. إيجادة يحسن، وعلى منذ الغضر ديستيحة، وأن تتحدث أتمنى أن يتقوم بأنحسن، أنت تحسن، أن هناك تكون أعطاء المدينة، أنه لا يتقوم بحقاً، أنه لا يتقوم بحقاً، أنه لا يتقوم بحقاً، لكن أيضا ، وقد أعتقد أنه يتعلق على التخبير ، يعمل على التخبير ، وما يتعلقا من النجاح أخري ، فدرسية ، يجب أن يتقال على التخبير ، فهما يتقالون الرئيسي ، لا تقالي اسمها ليس من الأمر المعالوية ، فالتقال أن نحن نتعالى إجابة العالمية ، Et peut-être nous sommes appelés justement à revoir nos rapports avec la France dans un cadre qui pourrait s'inscrire dans ce qui a été appelé l'âge adulte, de ne plus finalement souffrir le statut de protégé. Au regard de l'histoire, il y a eu pratiquement trois grandes crises. Celle-là est la quatrième. Et si vous permettez, je vais tout simplement m'y attarder quelque peu et dégager peut-être un peu finalement quelques enseignements. La première crise était conséquente à la déposition du sultan Sidi Mohamed Abduz. C'était pratiquement la grande crise qui a remis en cause les rapports avec un élan populaire, etc. Et il y a eu un arrêt lors de la rencontre d'Ex-les-Bains qui ont été pratiquement le cadre pour penser les relations entre le Maroc, encore son domination, et le Maroc qui s'apprêtait à s'émanciper. Donc nous avons pratiquement un cadre. Et quelque part, le Maroc n'est pas encore sorti de ce cadre qui est Ex-les-Bains, qui en quelque sorte porte un peu finalement les éléments de l'ADN des relations marocco-françaises. Je crois que c'était la première crise. La deuxième crise d'amplitude moindre, elle était conséquente à l'enlèvement de Mehdi Mbarqa en 1965. Donc c'était la grande crise avec rappel d'ambassadeur, le coup de colère du général de Gaulle. Donc il a fallu la mort du général de Gaulle pour qu'en fin de compte les relations reprennent leur normalité après, comme je l'ai dit, le décès de général de Gaulle. La troisième crise, c'était en 1990, conséquente à l'apparution du livre Notre ami le Roi. Notre ami le Roi était pratiquement donc le pavé dans la mare et ce n'est pas tellement le livre qui avait donc irrité que ce qu'il pouvait cacher. On y a vu pratiquement une velléité de déstabiliser le Maroc. Donc quelque part, ces relations n'ont pas été exemptes finalement de moments forts, mais qui ont préparé à d'autres rapports entre les pays. Là où nous sommes, on n'est pas des officiels incontestablement, mais nous sommes invités à réfléchir pratiquement à cette nouvelle tournure. Il semble qu'il y a crise, il semble qu'il y a crise, même si tout simplement personne n'en parle. Alors que pratiquement en 1990, le ton était élevé. Celle-là, elle est subtile, pour ne pas dire sournoise, mais il y a crise. Ce qu'on avance, c'est que la France est un peu frileuse sur le dossier du Sahara. Il est vrai que le dossier du Sahara a connu des développements qu'on pourrait appeler, selon un terme américain, breakthrough, une percée. Et il était tout à fait légitime, de la part des Marocains, de voir un peu la France accompagner cette évolution. C'est légitime. D'autant plus que la France a accompagné le Maroc dans ce dossier, bien avant 1975. Et comme cela a été dit par Serrali, s'il y a un pays qui connaît les tenants et aboutissons de ce dossier, c'est bien la France. Et donc, il était légitime, de la part des Marocains, à ce que la France ne fasse pas moindre que d'autres pays qui ne connaissent pas le dossier. En l'occurrence, la Hollande, l'Allemagne, ou au moins, au même titre, que l'Espagne. Est-ce à dire que la France a revu sa position ? Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut quand même raison garder. On aurait incontestablement aimé et souhaité que la France sorte, comme cela est dit dans le jargon officiel, de sa zone de confort. On l'aurait souhaité. Mais est-ce à dire que la France a changé sa position, qu'elle avait de tout temps appuyé concernant le plan d'autonomie ? Je ne le pense pas. Il y a incontestablement des considérations d'équilibre régional qui, peut-être, empêchent la France, justement, de rendre publique sa position. Donc, quelque part, à mon humble avis, et si jamais la France remet en cause sa position sur le dossier du Sahara, ce n'est pas atteindre aux intérêts stratégiques du Maroc, mais c'est se déjuger. Je ne pense pas que la France puisse se déjuger, et la France connaît l'importance de ce dossier pour tous les Marocains. Donc, le dossier du Sahara, comme l'a dit ici, a un lit un peu pratiquement, donc, l'équivalent un peu des valeurs républicaines. Et je pense, me concernant, c'est tout simplement la marocanité du Maroc, qui s'exprime à travers le dossier du Sahara, et je pense que les Français le savent. Et je ne pense pas que la France puisse aucunement, pratiquement... Il y a un problème d'expression, mais je pense sur le flanc. Me concernant, je souhaite ne pas être dans l'erreur, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir des changements. Bon, l'autre dossier qui a été avancé, je suis très mal placé pour en parler, sur un peu, pratiquement, l'émulation que la société marocaine pourrait exercer sur la France. Personnellement, en matière économique, il y a toujours lieu, finalement, de s'entendre, en fin de compte. Il y a toujours le cadre win-win, etc. Et j'ai un peu le sentiment qu'on a un peu tendance à exagérer un peu cette dimension. In fine, car quelque part, oui, il y a crise. Peut-être qu'il y a d'autres éléments, mais comme nous n'en disposons pas, donc je ne vais pas me hasarder d'en parler. Quid de l'avenir ? Parce que c'est cela, finalement, qui nous interpelle. Prenez la rupture, comme cela est porté par certains, n'est ni sage, ni réaliste. Nous sommes marqués par une histoire commune, humaine, sociale, et par des intérêts. Donc, je ne pense pas que ce soit sage d'appeler à la rupture des relations, ou du moins à la remise en cause de ce rapport avec la France. Le repenser, oui. Le repenser pour plusieurs raisons. D'abord, le monde a changé. Tout à fait normal, pratiquement, de voir ailleurs. Il n'est pas dit que le Maroc soit monogame en matière de relations internationales. Chacun oeuvre pour ses intérêts. Et la pluralité des partenaires est tout à fait légitime. Donc, je ne pense pas que la France soit incapable, justement, de comprendre un peu, pratiquement, donc, la richesse et la diversité de l'éventail des partenaires étrangers du Maroc. La France a changé aussi. Il faut, tout simplement, qu'on admette qu'il y a eu une évolution, et cela a été dit, d'abord, la génération aux commandes n'a rien à voir avec celle des années 60 ou 70, qui a vécu pratiquement le colonialisme et qui, peut-être, portait, donc, le sentiment de culpabilité. Cela n'a pas connu le colonialisme à un regard dégagé et dépassionné. Elle a d'autres soucis aussi, aussi bien au sein de l'Europe qu'ailleurs. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Il faut, justement, comprendre que la France a évolué et que le Maroc, aussi, a changé. La France doit comprendre, aussi, que, tout simplement, il n'y a pas, finalement, une seule adresse. Et, tout à l'heure, c'est Mohamed El-Achari qui a dit comme quoi, bon, il faut que la France apprenne, finalement, à écouter ceux qui n'avaient pas l'habitude d'entendre. Et peut-être cela même qui porte un peu la sève des valeurs de modernité, qui s'expriment peut-être en amasie ou en arabe. Et donc, d'une certaine manière, la France devrait tout simplement apprendre que le Maroc est pluriel. Je ne peux pas ne pas parler de cette nouvelle France qui voudrait normaliser avec l'Algérie. Et à mon sens, cela est tout à fait légitime. Je pense que, tout simplement, on n'a pas un droit de regard sur la France de revoir un peu son passé. Et je reprends à mon compte cette expression qu'avait fait Flores à un moment, dite par Hassan II. On n'est pas dans un rapport de concubinage, de concubine. On ne peut pas, finalement, avoir pratiquement un complexe de concubine. L'Algérie est l'Algérie, et le Maroc est le Maroc. De même, je m'inscris en faux par rapport à ce que disaient un certain nombre d'Algériens, y compris les responsables. Le Maroc serait un peu une Algérie de substitution. Le Maroc est le Maroc, et l'Algérie est l'Algérie. Le Maroc n'est pas à jouer un rôle pratiquement de substitution, comme cela a été avancé par un certain nombre de responsables algériens, ce qui alimente un peu, finalement, ce regard méfiant vis-à-vis du Maroc. In fine, il y a crise. Je pense qu'il ne faut pas insulter l'avenir. Nous avons des intérêts communs. Et je pense qu'il est temps, justement, d'inscrire pratiquement ces relations dans un cadre plus serein et adulte. Je crois que le Maroc a finalement atteint l'âge où il pourrait voir les choses de manière objective. Il faut que la France le comprenne. De même que la France devrait comprendre que le Maroc est pluriel et qu'il n'y a pas finalement une seule note. Et si peut-être il y a un intérêt à cette rencontre, c'est tout simplement celle-là. Dire que le monde change, mais gardant les fondamentaux. Merci. Merci, M.H.O.R.I.D. Je vais maintenant vous donner la parole à M.P.E.S. M.P.E.S. Merci. Merci, M.P.E.S. Merci, M.P.E.S. Merci, M.P.E.S. وفرنسا وما هو من الضرفية ومن الحاضر وفيها بعض عناصر الجدة إذن ملاحظة الأولى متعلقة بصدمة الحادثة الغربية على المغرب ونتجتها الاستعمار لماذا ماذا حصل الاستعمار لماذا لم يقعد فعل مغربي منتج أمام الحادثة الغربية طبعا بشكل مركز جدا لنادي أفكار لإطلاق النقاش أكثر منها لتركيب وجهة نظر متكاملة أن لدى النخب المغربية وخصوص النخب الحاكمة يعني السلاطين كان هناك إدراك في كل لحظة أن العالم يتغير وبناء يجب عمليين تكيوف ومسايرة تغيير هذا العالم منذ ثلاثة قرون على الأقل منذ سيد محمد بن عبد الله مع بداية الدبلوماسية وعصر الأنوار منذ السلطان محمد الرابع ومنسي في التاريخ كان عنده دور دور كبير لولا محمد الرابع لما كان الحسن الأول محمد الرابع فتح على تقفان فتح على العلم فتح على الصناعة وبدأ بعض بعض الخطوات ولو أنه هو الذي عاش الأزمة الأولى مع فرنسا وهي حرب إسلي وانهزم فيها لأنه كان في الجبهة كان أنا ذاك أميرا وقد قاد الجيش وانهزم فكان نرضي فعل على هذه الأمور ثم بطبيعة الحل الحسن أول وفي الأخير ملعب العزيز وهو أيضا يعني مغبون في التاريخ يعني ما قيل على ملعب العزيز مغبون في التاريخ لأن ما قام بهم ملعب العزيز هو ما يقوم به الحاكمون الآن نفس الطريقة التي هو استنساخ نماذج الغربية في ذلك ضرورة دراسة هذا الأمر مفيد وبطبيعة الحل المجتمع أيضا كان له أكبر رد فعل الذي كان في المجتمع والمعروف عندنا افتقفتنا نحن الشباب سبعينات والثمانينات كنا نسميه طورة الدباغين في فاس وهي في الحقيقة حركة كانت تسمى عيطة بالمداني بالنس وزير المالية أنا ذاك وكن بماذا كانت مربوطة مربوطة بالمكوس مربوطة بالضريبة الذي أراد الحسن الأول وأبوهم فيما قبل فرضها على المغاربة ولكن تدخل أجنبي موجود وكان مجموعة من تجار ومن يعرفون بالمحميين كانوا هذه الضربة غير مفروضة عليهم لأنهم محميين وكانوا أساسا في السوق وتطرح أنت عملي كيفية تتساوي بين هؤلاء إذن ردود فعل في المجتمع وردود فعل في الدولة لم تعطي نتيجتها لماذا لم تعطي نتيجتها لماذا فشل المغرب في الإصلاح الداخلي وفتح الباب للاستعمار الأجوبة معروفة عند مؤرخ المغاربة المجتهدين وهو لأن النماذج المختارة لرد الفعل غير واصلة إما نموذج الاستنساخ النماذج الغربية إما نموذج الهويتي هذا الغرب حرام كافر إلى آخره ما بين السنساخ والهويتي هناك بعض الأراء هامشية ستعطي بطبيعة الحال فيما بعد الحركة الوطنية ولكن في قوس كبير سيغلق ونحن الآن بعد قرن ونصف نعيش نفس الاختيارات إذا اندخل الاستعمار وقع صدمة كبيرة عند النخب أعطت تيه لهذا النخب المحافظة ووقع ارتجاج كبير في البوناء ووقع الارتجاج الكبير ودخل الاستعمار الواقع الاستعمار بماذا يمتاز وفيه فرنسا جوهرية وأساسية في هذا الإطار هذا الواقع يمتاز بأول شرعنته مشرعن بما كانوا يسمى بالرسالة الحضارية أو التحضارية للغرب على المجتمعات المتخلفة على المسيون سيفيليزاتريس بنية هاد هاد تنظير بنية على نظرية فلسفية معروفة نظرية التقدم نظرية التطورية مثل أوغستكونت وتطورات بين المجتمعات تتطور كلها بنفس طريقة وكالنتيجة ديالها المباشرة عندما دخل الاستعمار هي عجرفة الداخلين خصوصا المعمرين ووضع المغاربة في وضع الدنيا في وضع الدنيا واحتقارهم لا في السكن ولا في العيش ولا في المدرسة ولا إلى آخره هاد الدنيا ستعطي فعل المغربي اللي هو الحركة الوطنية ولكن كان الهدف منها هو رفع الضرار للدنيا لذلك الحركة الوطنية المغربية حركة اجتماعية كبيرة ضد الدنيا وعندما انتقلت السياسة من حركة اجتماعية الحركة السياسية انتقلت بمقابل شرعية مقابل شرعية من نهاية الحرب العالمية التانية إلى استقلال كان هو شرعية المغربية المتجسدة في السلطان هو الشرعية الاستعمارية المتجسدة في الدولة الفرنسية وفي ممتلها في المغرب مقابلة الشرعية بهذا التنائية وبهذا المنوية الموجودة بينهم ستعطي بطبيعة الحل أننا تمثلنا أنفسنا في شرعية محافظة وبهذا الشرعية المحافظة يعني لا تعطينا شخصية الكاملة لنكون شرك كمان طبعا كانت المقاومة أخذ السلاح التضحيات كل أمور وأتى الاستقلال جاء الاستقلال عندما أتى الاستقلال طورنا الوطن وخلقنا التصور للوطن وكان وطن محافظ وهذا الوطن محافظ وطن سياسي بلبس محافظة سيحد من قوتنا لكي نكون شريك ندي مع الآخر طبعا الاستعمار مدة 40 سنة وكان مدة لا بأس بها كيف يمكن أن نتمثل هذا الاستعمار بالنسبة لنخب المتقفة وخصوص النخب بين مزدوجتين الفرنكوفونية أو حتى المعربة وكان نهالت من ترات الفرنسي فالإرث الاستعماري إرث ملتبس 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 لماذا؟ لأنه فيه الجاني بن تعاله يمنى والتنكيل والاستغلال والظلم والقهر ومن جهة أخرى هناك بطبيعة الحال تنوير عبر المدرسة تهيئة الترب الوطني الترب